السلام عليكم ورحمة الله رح نكمل وياكم باقي الحذوفات أو التقليصات لمادة الرياضيات اليوم عندي صف أول متوسط الجزء الثاني حنبلش بحذوفات الجزء الثاني يعني من الكورس الثاني فأخذنا بنسبة للأول متوسط أخذنا المحاضرة اللي قبلها حذوفات العلوم وإن شاء الله اليوم رح نأخذ حذوفات الرياضيات يلا يعني طلعوا كتابكم الرياضيات الرياضيات طبعا كل الفصول داخله يعني الكتاب كله داخل ما عدا شنو ما عدا فقرة تدرب وحل هياتها تدرب وحل المسائل تدرب وحل التمرينات هذا يعني هسا كله داخل ما عدا شنو ما شوف الحذف تدرب وحل التمرينات هذا شبيهة حذف تدرب وحل التمرينات حذف تدرب التمرينات فقرة تدرب وحل مسائل حياتية فقرة تدرب تمرينات تدرب تدرب وحل مسائل حياتية حذف معدى السؤال الأول من كل درس يعني بس السؤال الأول هو داخل هسا هذن مداخلات يعني أعيد رياضيات فقرة تدرب وحل التمرينات مثل هذه فقرة تدرب وحل التمرينات هذا كلها حذف تمرينات فقرة تدرب وحل مسائل حياتية كلها حذف معدى السؤال الأول داخل فقرة أكتب هذه أكتب من كل درس حذف درس وخطة حل المسألة درس وخطة حل المسألة هذه كلها داخلة كلها حذف معدى الفصل الخامس الفصل الخامس اللي هو داخل مراجعة الفصل والأمثلة والتدريبات هاي كلها حذف معيني خلينا نعيد أسه مثلا عندي هذا عدي هذا أي تدرب وحل التمرينات تدرب شوفوا وحل التمرينات كلها حذف نجعل من كل فصل مو بس هذا الفصل تدرب تدرب وحل مسائل حياتية كلها حذف معدى السؤال الأول مثل عدي بس سؤال الأول هذا داخل من تدرب وحل مسائل حياتية فقرة أكتب هذه شكو أكتب حذف عدي درس خطة وحل المسألة إذا أكعدكم خطة وحل المسألة هاي حذف ما عدا الفصل الخامس ما عدا الفصل الخامس ومراجعة الفصل والأمثلة هاي كلها حذف والتمرينات اللي داخل بها كلها حذف يعني أسائل مثلا خطة وحل المسألة هاي كلها حذف هي والمسائل مالتها يعني هاي حذف وهاي حذف خطة وحل المسائل حذف هي والمسائل مالتها هذه مراجعة الفصل كلها حذف هذه مراجعة الفصل والمسائل التابعة بها هاي كلها حذف يعني أعيد للمرة الأخيرة ونختم المحاضرة رياضيات أول متوسط الجزء الثاني فقرة تدرب وحل التمرينات حذف تدرب وحل مسائل حياتية كلها حذف معادة السؤال الأول من كل درس هذا داخل أكتب فقرة أكتب من كل درس حذف درس وخطة حل المسائل حذف معادة الفصل الخامس خلينا شوفكم الفصل الخامس هذا داخله يعني بس شنية بس خطة وحل المسائل الحياتية معادة الفصل الخامس ها فصل الخامس بالبداية يعني هذا يمكن ماعدة الفصل الخامس هذا وهذا فصل الخامس بداية هذا هذا الفصل الخامس ها هي ومسائلها داخلات ها هي ومسائلها داخلات خطة حل المسائل خطة حل المسائل كلها حذف ماعدة الفصل الخامس داخلات يعني بس صفحة 26-27 هذني داخلات والباقي كلها خطة حل المسائل الكتاب كلها حذف ماعدة هذا الفصل الخامس مراجعة الفصل والأمثلة والتدريبات كلها حذف فقرة أكتب حذف تدرب وحل التمرينات حذف فقرة تدرب وحل مسائل حياتية كلها حذف ماعدة السؤال الأول داخل إن شاء الله صار مفهوم والتوفيق يا ربي